السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت تشاء وأنا أشاء والله يفعل ما يشاء كثيراً ما نتداول هذه المقولة وهي حقيقة تحمل في خفاياها بعض الحيرة حول كيفية هذه الإشاءة وهل الإنسان دور في اختيارات حياته المختلفة أم أنها مشيئة الله فقط تعالوا بنا نستمعوا سوياً إلى هذا البيان من بيانات الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني والمفصل بشكل مذهل حول ذلك الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعيم ردوانه نتلو عليكم اليوم بيان للإمام المهدي ناصر محمد اليماني بتاريخ 4 من شهر 2 عام 1430 هجرياً الموافق 31 من شهر 1 عام 2009 ميلادياً يتلوه على مسامعكم أحد أنصار الإمام إلى الله والبيان بعنوان يا معشر الأنصار إليكم علم الهدى من آيات الكتاب المحكمات بسم الله الرحمن الرحيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد يا أيها الناس اتقوا ربكم وأنيبوا إليه يهديكم صراطاً مستقيماً واعلموا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً تصديقاً لقول الله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها وقوله تعالى لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً وقوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً صدق الله العظيم وذلك لأن الله على كل شيء قدير فلا يعجزه هدى الناس ولو يشاء لهداهم جميعاً ولكن الله جعل الهدى مربوطاً بالإنابة ولن آتيكم إلا بالبرهان المحكم من غير تأويل لأنه محكم وإليكم البرهان المحكم في علم الهدى أنه مربوط بالإنابة وقال الله تعالى كل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يخفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حصرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين طرى العذاب لو أن لي قرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستقبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة طرى الذين كذبوا طرى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون صدق الله العظيم ويا أمة الإسلام يا حجاج بيت الله الحرام إن هذه الآيات من الآيات المحكمات من أم الكتاب البينات لعالمكم وجاهلكم أن الهدى متعلق بالإنابة وهي الإشاءة الإختيارية من العبد يرجو الهدى من الرب ثم تأتي الإشاءة الفعلية وهي هدى الله الذي يحول بين المرء وقلبه وليس للإنسان سلطان على القلب بل السلطان على القلب بيد الرب تصديقا لقول الله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه صدق الله العظيم فحين ينيب العبد إلى الرب طالبا أن يهدي قلبه إلى الحق فهنا يأتي هدى القدرة من الرب فيهدي قلبه إلى الحق وفعل الحق ولكن للهدى شرط وهو الإنابة إلى الله تصديقا لقول الله تعالى ويهدي إليه من أناب وقوله تعالى وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد وهذه آيات محكمات يبين الله لكم علم الهدى أنه حسب اختيار العبد فإن اختار سبيل الحق فتلك إشاءة اختارها العبد وبقي تحقيق الإشاءة وهي بيد الرب فيصرف الله قلب عبده لتحقيق ما اختاره العبد سواء يصرف قلبه إلى الطريق الحق أو يصرف قلبه إلى الطريق إلى طريق الضلال تصديقا لقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق الله العظيم إذن يا قوم إن الله يهدي من يشاء الهدى من عباده فيصرف الله قلبه إلى الحق ويضل من يشاء الضلالة من عباده فيصرف الله قلبه إلى الضلال تصديقا لقول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم صدق الله العظيم أما إشاءة الله فلو شاء الله لهدى الناس جميعا ولا يعجزه هداهم ولكنه يهدي إليه من ينيب فاتقوا الله واتبعوا الحق وما بعد الحق إلا الضلال وقد علم قوم الله أن الإشاءة الاختيارية من العبد والفعلية من الرب تصديقا لقول الله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم فأما الإختيارية هي قول الله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم صدق الله العظيم وأما تحقيق الإشاءة الفعلية فهو بيد الله تصديقا لقول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين والبيان الحق لقول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين أي الإشاءة الفعلية وهي تعتمد على صرف القلب لتحقيق الإشاءة بالعمل فما بالكم لا تفقهون حديثا والإشاءة الاختيارية هي قول الله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وأما الإشاءة الفعلية فهي بيد من بيده الهدى الله رب العالمين وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد أي من يريد الهدى من عباده يهدي الله قلبه وإذا هل الله القلب صلح العمل والبيان الحق لقول الله تعالى وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد تجدونه في قول الله تعالى ويهدي إليه من أناب صدق الله العظيم أي من يريد الهدى من العباد وتلك آيات محكمات بينات من أم الكتاب ومن كان له أي اعتراض على ما جاء فيهن فليتفضل ويرين علما أهدى منه سبيلا إن كان من الصادقين أما أن يعرض عن ما جاء فيهن ويذهب إلى سواهن فذلك في قلبه زيغ عن الآيات المحكمات الحق من ربكم وحجة الله عليكم وهل بعد الحق إلا الضلال وكم أتيت بهذه الآيات وقررتها لعلم الجهاد الطريد من رحمة الله الذي يقابل الشيطان الرجيم ليفتنكم عن دينكم وقد اعترف أنه قابل الشيطان الرجيم وسوف نقتبس لكم من بيانه ما يليه وفي المقابلة الثانية أراد أن يعلم لماذا يعذب قبل أن تقوم الساعة وما أخبرت به لأنه بدى له ما لا تراه أنت ولهذا أطنب أن أخبره ما أخبرني به الله فأبيت وقلت له أنت الآن الغبي فإني أعلم من الله ما لا تعلم فحشد كل جندهم ليجلبوا لي ما أشاء ويقدمونني بما أشاء فقط لأخبرهم بما قال الله عز وجل لي فأبيت علك لا تصدق هذا لكن هذا حدث انتهى كلامه حين قابل إبليس ونأتي الآن لإفتراءه على الله وكلامه ما يلي وإن الله أوحى لي بليقزة وعشرة أيام في محرم 2005 فقط وكلمني من وراء حجاب وحيا فقد فعل وبلغ بأمر قصير بلغتك إياه ولكنك لا تريد أن تسمع انتهى اقتباسه مرة أخرى وهنا الإفتراء أنه يقول أن الله كلمه تكليما من وراء الحجاب إذن وما تريد من ناصر محمد اليماني أن يأقذ منك العلم وأعوذ بالله وسوف يعلم من اتبعك من تكون وإنك عدو الله بل ألد الخصام لرب العالمين ويمعشر الباحثين عن الحق هذا يهودي من فصيلة الذين كادوا أن يفتنوا محمدا رسول الله ليفتري على الله بغير الحق وكاد أن يركن إليهم شيئا قليلا لو لا أن ثبته الله ولم يقولوا له أن يفتري على الله بل أن يتبع علمهم وعلمهم شيطاني وخفي ويتبعون أهواءهم بغير علم ولذلك قال الله تعالى وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَإِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ وأعوذ بالله أن أفتري على الله كذبة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الإمام المهدي ناصر محمد اليماني اشتركوا في القناة